في مسابقة تقدم فيها أكتر من 6000 مشروع وفاس فيها 18 مشروع ممثلين للمحافظات المختلفة وهيتقدم في قب 27 خلينا نرف تفاصيل أكتر عن هذه المشروعات اللي فازت في المبادرة من الدكتورة سلمة سيمي زلط المدير التنفيذي لمؤسسة الطبيعة والعلم والحاصلة على ماجسر القيادة في مجال صون الطبيعة جامعة كيمبرج المملكة المتحدة صباح الخير عليك يا دكتور ومنورونا في صباح الخير وألف مبروك وحبين نرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن مشروعك اللي فاز فيه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أولا صباح الخير عليكم وشكرا جدا على الاستضافة وشكرا جدا على المبركة أنا باختصار مشروعنا مبني على أو عنوانه هو دور الزراعة متجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي التغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية ببساطة الكلام ده بيتكلم عن إيه هو نوع من الزراعة بسيط جدا وممكن نقول عليه تقليدي أكتر بيرجع لسنين كتير فاتت كان بيستخدم المزارع القديم المصري الطريقة دي أنه يحط المحاصيل بشكل مش محصول واحد أكتر من محصول في مكان واحد زائد أنه بيكسف الغطاء الخضري ما بنعملش تقليب كتير للأرض الحيوانات المستقنسة بتاعته بتبقى موجودة بحيث أنها تخاصة بالتربة وده بيساعد على أن التربة تبقى حية في فرق ما بين أن أنا أحط مبيد وأحط كيماوي عفوا وأبوز التربة وأن أنا أساعد التربة نفسها أنها تبني نفسها وتبني نفسها بأن أنا يبقى عندي كائنات كلها الدودة الموجودة الخنفسة الطائر اللي بيجي ياكل حاجة كل المنظومة تكون حية طيب دكتورة سالمة خلينا نفهم بشكل أكتر تبسيط إحنا دلوقتي بنتكلم عن التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا ووسائل الزراعة الحديثة حضرتك بتقولي منرجع تاني للتقليدية في طرق الزراعة أو تخصيب التربة بالشكل الأمثل ومن غير أسمدة ومن غير كيمويات وإزاي نعلي إنتاجيتها ونحافظ على البيئة يعني ممكن في حاجات تتعارض مع بعضها أو إحنا بشكل بسيط ممكن أن إحنا نيسر الأسليب دي وبالتالي نوصل لهدفنا أن إحنا بنفيد البيئة وبنعلي إنتاجيتنا كمان هي دي الحقيقة أنه هو الكون أصلاً لما ربنا خلقوا الغابات دي عايشة إزاي الكائنات اللي فيها إزاي الشجر ما بيحصلوش إصابات إزاي ما بيموتش ما بيفقدش الثمار لأنه هو مخلوق لي النظام بتاعه فأه في بعض الأنماط الحديثة والذكية اللي ممكن يستخدمها الإنسان ولكن يعني هي أنماط مختلفة كل واحد من حقه أنه يختار النمط الأفضل إحنا أو الناس المهتمة بالتنوع البيولوجي كمان اللي هو تنوع الكائنات وتنوع الحياة وربط الإنسان بالتربة وبالنبات يهمهم أنه يرجع للشكل الطبيعي بتاعه طيب دكتور سلمة ممكن حد برضو يتساءل وهو بيسمعنا دلوقتي أنه أكيد تحولنا من هذا النمط النمط المتعرف عليه بالنسبة لنا بما أنهنا كمان يعني المصريين القدماء هم عرفوا بالزراعة وإذا حضرتك بتقول إنه هو نمط قديم ومتعرف عليه بالنسبة لنا فأكيد إن إحنا تحولنا لإستخدام المبيدات والكيمويات وما إلى ذلك فأكيد فيه فايدة أكبر فيه حد ممكن يقول كده فأنا عايزة أعرف من حضرتك فكرة إنه لماذا تحولنا لإستخدام المبيدات والكيمويات وإيه الاستفادة ماذا الاستفادة الأكبر لما نرجع مرة تانية للطرق النمطية بالنسبة اللي إحنا عارفنا من ألاف السنين هو أنا أفضل إن إحنا نخرج بره نطاق الزراعة بس أنا هتكلم فيها سريعا هو فكرة الزراعة أنا أسفق عذرا معلش ممكن نرجع للسؤال المرة تانية يعني سؤال حضرتك باختصار ممكن حد يقول إنه طيب معشان إحنا تحولنا من الطرق القديمة لاستخدام المبيدات والكيمويات والطرق الشوية المختلفة عن اللي إحنا متعودين عليه فأكيد فيه فايدة أكبر فأنا عايزة أعرف من حضرتك فكرة إن إحنا الرجوع مرة أخرى للطرق التقليدية زي ما حضرتك شرحتيها مدى الاستفادة منها هو فكرة ببساطة فكرة الاستدامة هي فكرة لما إحنا قلنا مبادرة خضراء يعني إيه خضراء خضراء يعني فكرة إن هي مستدامة مستدامة يعني بوفر الموارد الموجودة عندي دلوقتي لأجيال قادمة لإبني وإبني إبني يكون يستفيد بالأرض والنيل والبحر بتحضي على الموارد بالضبط لكن أنا لو أنا جيت في الطريقة اللي أنا بحط فيها السماد وأنا بعمل كده لي عشان طلق أعلي الانتاجية عشان أبيع أكتر عشان فأنا الاستدامة لها ثلاث محاور لها الاقتصادي جانب اقتصادي اجتماعي وبيئي أنا لو عليت الانتاجية وحطت مبيد وكيماوي وكذا وكذا أنا كده حققت إيه؟ ممكن أكون حققت الاقتصادي بس هل أنا حققت البيئي؟ هل حفزت على النهر اللي بينزل فيه المبيد ده مع الصرف؟ هل حفزت على الأسماك اللي فيه لما وصلت للبحر هل حفزت عليها؟ طيب البدائل هتقدر تغطيلي الانتاج استهلاكي المحلي وهيكون فيه فقد تصديري يعني المشروع عندما يطبق على الأرض الفوائد الملموسة فيها تكون إزاي؟ ده الفكر أنه بيضمن أن المحصول برضو بيكون كويس وحضرتك تعرفي كمان أن دلوقتي كل الاتجاه لاستخدام الأورجانيك بدل من أن أستخدم بالعكس أنا مرشوش لأ أنا عايز أبعد عنه لأن أنا بقيت عندي الوعي أن صحتي مهمة صحة أولادي لأ أنا تصدير حاجة فيها مبيد فيها مواد أكتر من اللازم بيتم رفضها لأ أنا عايز أرجع للحاجة الكويسة النظيفة وده هترجعنا تاني أن أنا أبدأ من الأول المنظومة الزراعي نفسها تكون كويسة الفكرة التانية عشان نرجع للإستجاب ما هو الأساس بقى؟ اللي هيكون فيه المشيه هتتغزى عليه وبالتالي إحنا كإنسان هنأكل النبات وهنأكل الحيوان فكله هيتنقل المنظومة كلها دايرة دا حقيقة دا حقيقة طيب دكتور خلينا نرجع مع حضرتك مرة تانية لمشروعك وعايز أعرف يعني بدأتي إزاي فكرة المشروع وبعد كده الخطوات اللي اشتغلتي عليها عشان ترفزيه طمعا بيقفيل أول فكرة بتترجم الخطوات بتنفذ على الورق فعايز أعرف من حضرتك بدأتي منين وعايز أعرف كمان منك العوامل اللي تم على أساسها تقييم مشروعك أولا بدأت منين هو البداية بتكون من أنا موجودة في البيئة دي أنا عايشة في بيئة فيها زراعة فيها مخلفات زراعية فيها مشكلات فبيبدأ الشخص يفكر هو إيه اللي ممكن أعلمه المشكلة فيه والحلاس دي بالضبط أنا ممكن هلأ أستخدم الوسيلة دي في الزراعة أفضل ولا وسيلة تانية خصوصا أن تخصصنا في المؤسسة هو الحفاظ على التنوع البيولوجي الحفاظ على الكائنات والبحث العلمي فبالنسبة لنا أن احنا أي أسلوب من الزراعة صديق للتنوع البيولوجي هو طبعا اللي هيكون للأولوية زي إذا نحب قالنا سنتين أو أكتر بنعمل حصر ودراسة لكل مجموعات اللافقريات اللي موجودة مع الزراعات اللي ما عليها شرش اللي هي طبيعية فده استمرار زائد أن الفكرة نفسها لو اتطبقت على نتكلم على سكيل كبير لأنه لو الزراعة نظيفة بتسيب في الآخر الأرض بتاعتي حية وجيدة والمنتج جيد والأشخاص اللي شغالة في المزارع أو صاحب المزرعة مرتبط بأرضه وبالمنتج بتاعه وسبت النيل بتاعي نظيف مفيش مصرف خد كيماوي مفيش بحر وصل له حاجة فأنا في الآخر عملت منظومة كاملة نظيفة ما فيهاش مشاكل طيب هنرجع لسؤال جمانا مرة تانية ونقول إيه كانت المعايير في الاختيار ومعايير التقييم للمشروع هي المعايير اللي هي الوطحة لأنه أكثر من 6000 مشروع تقدمه أنه يكون أخضر ذكي وسهل التكراري أخضر طبعا فكرة الاستدامة أنه يكون بيحقق التلات محاور أنه يكون بيحقق مكاسب اقتصادية يكون بيراعي الجانب الاجتماعي يعني الوظيف الموجودة للناس المرأة بتاخد حقها في المشروع ده ولا لقى التعليم والتوعية بتحصل ولا لقى في المشروع ذكي هل باستخدم أبليكيشن هل باستخدم جي اي اس أو اللي هو نضم طيب شرحينا بشكل أقرب يا دكتور أنا شايفة مع حضرتك لوحة فيها يعني أمشع في عينات زراعية فيها فيها يمكن توضح لنا بشكل أكتر آه زي ده حقيقة دي من الحاجات اللي احنا قدرت تحفظي على الزراعات وعلى البيئة والكائنات دي الحقيقة دي بعض الأدوات اللي أنا بستخدمها في التوعية لما أنا بشتغل مع مجتمع المجتمع ده بيبدأ من مزارع وصاحب مزرعة وطفل ومرأة ومجموعة كبيرة من الناس اللي موجودة حوالين الأرض فأنا لما باجي اتكلم مع الشخص إنه أنا بولع في حاجة أو بزرع بمبيد أو كذا بوصله إزاي أنا عايزة فاهمه الكائن اللي انت شايفه ده مش أي حاجة مش حاجة أنا أرشها وأموتها لأ فأعملنا مجموعات مبسطة للطيور اللي ممكن الطفل المرأة المزارع يشوفها ويبدأ بشكل بسيط يتعرف عليها ودي اللا فقريات ودي ممكن مرتبطة جدا بالأرض والزراعات وكمان بنعمل إيه؟ بنعمل ليها تسجيل إنه هو يقعد على مدار السنة يتابع هو إيه اللي بيشوفه في المزرعة بتاعته طب أنا علمته والله أنا شفت مثلا مكتوب الآفات الشائعة اللا فقريات الشائعة اللا فقريات الشائعة فبفهم الشخص والله أنا شفت الفراشة شفت أم 4 و40 شفت كذا هل ده دار ولا نافع؟ بيعمل لي إيه؟ والحقيقة إن ده مش بس رايح على الأطفال إحنا عندنا لدرجات ماجستير بتشتغل دلوقتي ناس مسجلة على كأنه بالزبط وعلوم فإحنا بنشتغل مع المجتمع بكل أشكاله بحيث إن إحنا نرسخ الأفكار بتاعت إن أنا مفيش حاجة في البيئة ملهاش لازمة طيب دكتور حضرك تحدثتي إنه مدة البحث كانت تقريبا سنتين؟ ده الجزء اللي إحنا حال يعني بقلنا فترة بنشتغل على اللافقريات الموجودة مع الزراعات النظيفة يعني السنتين بس متعلق بالجزء اللافقريات فقط طيب أنا حاب أعرف من حضرتك بقى يعني مدة البحث نفسها قد اعتمدت في بحثك على إيه؟ هو إحنا هو الموضوع مش بحثي هو الفكرة بتاعة الزراعة دي مبنية على إن أنا لما هي موجودة هي أورادي فكرة موجودة في العالم وبيتم تطبقها فهي مجرد طريقة أنا ممكن أطبقها بس عشان تقدري أن نعزز الفكرة مرة تانية وتعاد مرة أخرى إلى الطاولة أكيد لازم بيكون فيه يعني لازم البحث يكون أو الفكرة تكون معززة ببعض قلنا نقول المعلومات الأرقام يعني أي شيء جديد مرة أخرى عشان نرجع تاني لها أو تجارب خرجت بيها مثلا أو نسب معينة تبقت وبالتالي هتقدرين أنت تعملتها هو الحقيقة أن إحنا باين عندنا من المسأل السنتين اللي اشتغلنا لأن إحنا يهمنا أن الزراعة آه جيدة ولكن إزاي بتساعد على التنوع يعني انتعاش التنوع البيولوجي اللي حواليها فلما عملنا مثلا على اللافقريات بس إحنا في مجموعة من الأنواع قد تكونها تسجل لأول مرة في مصر طلعت من الشباك اللي إحنا استضنا منها الكائنات دي فإحنا ما زلنا في البحث أن نشوف قد إيه النوع ده من الزراعة بيسري التنوع البيولوجي المحيط بي وأنا بس عشان أوضح حاجة في المشروع إضافية هي فكرة أنه ده إحنا عايزين نوصل بيه لإيه إحنا مش عايزين نقف عند فكرة الزراعة أو المجتمع أنا عايزة أوصل بيه أن أنا في قطاعات قد تكون هامة جدا وأنا مش قادرة أوقف النشاط بتاعها لأنه حاجة خلاص أنا هشتغل ببترول بكرة لازم فيه ممكن بدائل بس بتاخد وقت بس لو أنا بشغالة بيه ومضطرة وفيه شركات معينة بتعمل تدمير أنا باستخدم أرض وبطلع إمبعاث وبعمل تلوث ممكن في حاجة هل ممكن أدعم مجتمعات طب ده يقول لنا مدى إلزامات التطبيق إيه يعني كلامك بيقول أنه ممكن يبقى فيه تحدي أو فيه ظروف بتفرد نفسها أنا لسه باستخدم طرق يمكن ما تكونش بالشكل الأمثل في الحفاظ على البيئة إيه إلزامات التطبيق وفي قد إيه ممكن يتعمل هي الفكرة في القطاعات اللي بتضطر تعمل كده ممكن في المقابل تعمل فكرة الزراعات المستدامة وتحافظ بيها على التنوع البيولوجي يعني كأنه أنا ما هي بتعتمد زي ما هي الشركات بتعملها أصلا فكرة إن أنا بروح لشركة بشوف هي بطلع قد إيه إمبعاث وبيتحسب لها حسابات وبيبدأ ده ممكن يتحول لمبالغ اللي هو ده الإمبعاث ده يكلف كذا مثلا كأنه خسائر بيئية بمبلغ كذا وهو بالفعل الشركات بتكون لها يعني زي جزء مجتمع أو الحفاظ بس أنا أن أنا أحطه بقى في تطوير مثلا الزراعة خصوصا الزراعة ده أخلف إن أنا بسحب الكربون وإحنا عارفين إن الزراعة كل حاجة ليه علاقة بمناخ يقولك إزرع الشجرة بس لا مش أي شجرة إزرع في مكانها مع الناس بتاعتها بيترعاها بتطلع منها منتج وبتكمان المنظومة كمان بيتم إسرعها طيب دكتور ماذا بعد يعني الحمد لله ألف وبروك بارتاية المشروع فاس بعد كده إيه اللي هيحصل هندخل بقى في البحث عن أليات التطبيق ولا إيه اللي هيحصل بعد كده دي حقيقة الأليات التطبيق دائد إزاي نوسعها وطبعا إحنا حاليا مثلا إحنا كم مزرعة موجودة هم دول العاملين رابطة وبدأنا فكرة الزراعة متجددة وبندرس فيها ونشتغل عليها بدأتوا بالفعل آآ بنبدأها بالضبط كم مزرعة المساحة دلوقتي إحنا حاليا إحنا تقريبا في سبع مزارع المزارع بتتراوح ما بين أربع لتمانية فدين ودول اللي بيشتغلوا بس هي بتعتمد على عقلية الأشخاص اللي بتكون في المزرعة إن أنا متقبل إن أنا مش هرش مش هعمل هشتغل مع العامل بتاعي إن إحنا نعمل المنظومة دي ولكن هي طبعا عشان تعمل الأثر الكبير اللي بنتكلم عليه على مستوى الشركات أو كده لازم تكون على مساحات ضخمة وقد تكون حاجة قومية كل المحاصيل الزراعية هتصلح للتطبيق أعتقد إحنا يعني الدولة المصرية الحقيقة خطت خطوات كبيرة جدا في الصعب الزراعية والتحكم في العوامل المناخية المختلفة عشان زيادة الإنتاجية سواء أفقي أو رأسي هل المشروع هيقدر يوفر لي دا ولا هيبقى بالتوازي مع الجهود الخاصة أيضا أعتقد أنه هيكون بالتوازي بالتحفاظ على بعض السلالات الزراعية ومتأمين الحالة المناخية الخاصة بالتوازي هيكون معها طيب دكتور إحنا عرفنا أن حضرتك بعد صباح الخير هتسافري على شرم الشيخ عشان يكون مشاركة في الجوين زون في كاب 27 أو المنطقة الخضراء الخاصة بالمبادرات والمشروعات الخضراء عايزة أعرف من حضرتك برضو استعداداتك لأنك تكون مشاركة في الجوين زون أو المنطقة الخضراء في شرم الشيخ والله إحنا حاليا أنا إن شاء الله هسافر يوم 12 وإحنا حاليا لسف نفهم الإعدادات بتاعة الجوين زون بس إحنا وفوض إن إحنا بنتكلم عن قضية عالمية هيستفيد بها العالم كل هقنع هو الأفكار موجودة في العالم بالعكس أنا ممكن ألاقي ناس بتتكامل معي في الأعمال في ناس ممكن أنا شخصين أستفيد منهم يعني هو هي فرصة تعلم كبيرة لكل العالم هو العالم بيروح ليه أصلا كل الناس دي بتروح ليه حتى الكبير منه وصغير بتعلم حاجة هو هيقابل حد شبه هو هيقابل حد عكسه هيقابل حد يصلح له مصاره ممكن فكرة تنور عنده صحيح يعني بالكلام وبالمناقشات تظهر حاجة فيكرة التكامل ممكن حد يكون عنده فكرة تانية تقدر تساعدك أو حدريك تقدر يتساعدي فكرة تانية يبقى الموضوع فان يبقى أوسع يبقى أفضل دي حقيقة هو الأهم من كده دكتورة كمان إن الحقيقة مش بس بينكم وبين بعض أو شباب في المبادرات المختلفة في المنطقة الخضراء أو المشاركين فيها لكن كمان فيه فرصة للقاء مع التنفيذيين والفعالين داخل دولهم اليوم ده يوجد قيمة رؤساء وأكيد فيه في المؤتمر توصيات هتخرج وفيه أراء شباب بمبادرات مختلفة هتخرج وتفكير خارج الصندوق زي بم نقول إزاي هتقدروا أن انتوا وتحققوا التفاعلية دي بشكل أمسل هو إحنا المفروض أن إحنا يعني للأسف أن إحنا موجودين بس في الإطار بتاعنا فإحنا هنتعرض للناس اللي بيجولنا بيقابلونا طبعاً هنحاول في وسط الفاعليات أن إحنا لو لقينا الوقت نقدر ننطلق ونروح للأماكن اللي نقدر نتقابل فيها ونحضر الفاعليات والأحداث الجانبية اللي نقدر نتفاعل فيها مع الناس المشابهين معانا في الأفكار أو قريبين مننا في الأفكار اللي نقدر نتكامل معاهم أو نعرف منهم أكتر دكتور يمكن نتكلمنا على أهمية المشروع بالنسبة للمناخ ويمكن نتكلمنا على الأهمية الاقتصادية كمان بس عايزة أعرف من حضرتك أهميته بالنسبة للمزارع بالنسبة للمزارع حتى في المشروعات اللي حصلت قبل كده ومنها مشروع كان عن المخلفات الزراعية المزارع بنحطه تقريبا هو الرقم الأول عندنا لأنه هو الشخص الملامس على طول للأرض هو اللي عارفها كويس فبنبدأ نشتغل على التدريب التوعية ساعات لما بيكون عندنا إيد عاملة بنحط إيد عاملة معاه اللي هو لو عنده العمل بتاعه شاق أو مش عارفه بنبدأ نحط إيد عاملة من عندنا أن هي تساعده لا وهو متعاون لحد كبير يعني مصر قدرت أن هي تتغلب عن حرق أش الروز مثلا والسحابة السودة خلاص اختفت بحقي بنعاني منها على مدار سنين الحقيقة ووزارة البيئة خدت جهود جمدة جدا في النهاية إزاي تقنع المزارعين بإعادة تدوير مرة أخرى للمخلفات الخاصة ده حقيقة وده بيحصل بالتوعية وبالشغل الدائم مع المزارع طبعا نحن نشكر حضرت جزيل الشكر دكتورة سلمة سامي زلط المزير التنفيذي لمؤسسة الطبيعة والعلم والحاصلة على ماجستر القيادة في مجال صون الطبيعة جامعة كيمبرج المملكة المتحدة حقيقة حضرت كلمتي على نقاط مهمة جدا نهمية الزراعة المتجددة أهدافها إزاي تنفذ نشكرك جزيل الشكر طبعا ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في المنطقة فيه من خلال طبعا تواجدك في المنطقة الخضراء في كاف تنتي سر نحن نشكرك أكتر من مرة الحقيقة على الفوز وعلى أن أنت امرأة مصرية شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا